الوصية بحق الله تبارك وتعالى فهو الذي خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا حق الله جل وعلا أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر حق الله تعالى أن يعبد ولا يشرك معه أحد في عبادته قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعبدوه يتوجه لهم العبادة الصلاة لله الصيام لله الحج لله الذبح لله الدعاء لله سبحانه وتعالى أي عبادة لله نتوكل على الله نعتمد على الله نسأل الله في الشدائب وفي الرخاء قال سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيها العبد المسلم تخلص عبادتك لله جل وعلا ولا تجعل لله أندادا في عبادته قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما نشرك مع الله أحد في عباده لأن ربنا ما بيقبل يشرك معه أحد لما النصارى عبدوا عيسى بن مريم وعيسى بن مريم رسول كريم هو رسول ما أمرهم يعبدوه ولقل لو معبدوا أمي ولقل لو معبدون أنا لكن عبدوه مع الله عز وجل ربنا نزل الآيات ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم نحذر أيها المسلمون من الإشراك بالله جل وعلا اللي ظهرت الليلة عندنا في بلدنا مظاهر مظاهر كثير أيها المسلمون للشرك بالله سبحانه وتعالى مما يحصل وخاصة في أيام العيد كثير من الناس يذهبوا إلى إلى قبور بعض الناس اللي بقولوا صالحين لو كانوا صالحين أو ما صالحين الغلط من موه الغلط من الذين جاءوا إلى القبور وقدسوهم وعبدوهم ودعوهم مع الله يسأل صاحب القبر الشفاء يسأل صاحب القبر الرزق يسأل صاحب القبر هبة الزرية الجنة يسأل الموتى من دون الله يتوجه للموتى من دون الله يعبدون في قبورهم الليلة دلبي يحصل عندنا في ديار المسلمين وللأسف الشديد أيها المسلمون هذا حق الله جل وعلا هذا حق الله ربنا سبحانه وتعالى ما يقبل في حقه ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربنا يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الثرى وخير من مشى على الأرض وسرى عليه الصلاة والسلام ربنا يتكلم معاه يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك انتبه أيها المسلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما بيشرك حاشاو حاشاو عليه الصلاة والسلام ما بيشرك لكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو للأمة لأنا نحن شأن نحن نعمل حسابنا نعمل حسابنا من العبادة بتاعة القبور الشايفينها جدامنا ونحن فيهم بدو مغابر حمد النيل يا هادي جنبنا بيجاي ونشوف كثيرا من جهلة المسلمين مما يذهبون إلى القبور ويتعلغون بأصحابها ويعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم والله سبحانه وتعالى هو السميع هو العليم ألا يلجأوا لله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في ابن عباس غلام صغير قال لي يا غلام إني يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل الله ما قال له أسأل أحد ما قال له أسألني أنا معين النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من البعبدوما الليلة ديلي أعظم منهم كلهم ما قال لي أسألني أنا ما قال لي أدعوني أنا ما قال لي توكل علي أنا معينه ده الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال له إذا سألت فاسأل الله دي نحن محتاجين لها الليلة إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل بالله ما في أحد ما تتوكل على أحد ما تعتمد على نفسك زمان من الصحابة لما خرجوا إلى غزوة حنين شافوا الكترة بتاعت العدد كترت عددهم ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاغت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ما تعتمد على نفسك وتوكل على الله ما تعتمد على أحد كائنا من كان هذا الحق الله أيها المسلمون ألا لما كثير من الخطب يقولوا كلام زيدا الناس بيعتبرون أساءل الأولية وأساءل الصالحين لا أبدا يا إخواننا ما في إساءة ما في زل بسير لأحد لكن حق الله جل وعلا يغتضي يعبد وحده لأنه خلقك وحده ورازقك وبحيكم ميتك شكد أول الوصايا وأعظم الوصايا حق الله جل وعلا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان